هنروح لخبر اخر له علاقة بالسكواش انت عارفين السكواش في النادي الاهلي مش بس على الرجال والسيدات فيه عندنا قطاع ناشئين جاي جدا كان فيه بطولة انجلترا المفتوحة بتتلعب اليومين اللي فاتوا وشارك فيها مروان عسل الاخ الشقيق الاصغر لمصطفى عسل ويوسف هشام من النادي الاهلي الاتنين خيادوا مديليات دهب في بطولة بريطانيا المفتوحة خلينا اقول لكم ان بطولة بريطانيا المفتوحة اقوى يعني كثيرا من البطولات العالم مروان عسل اخذ الذهبية تحت 15 سنة بعد الفوز على زميله بالاهلي سفر فاعي كان نهائي اهلاوي يعني كامل سفر فاعي ابن النادي الاهلي او لا ابن النادي الاهلي وايضا مروان عسل ومروان عسل فاس بالذهب في الفاينال جي بقى تحت ده تحت 15 جي تحت 17 سنة يوسف هشام اللقب عن جدارة واستحقاق بعد ما كسب فاينال البطولة مع لاعب بلاك بول المصري اياد حسام لاعب بلاك بول اياد حسام ودي كتب ذهبية التانية اللي خدها يوسف هشام طب النادي الاهلي شارك بكم لعب شارك بمروان عسل اللي خد ذهب وسيف رفاعي اللي خد فضة مع مروان عسل وياسين اريتم وفريدة وليد ويوسف هشام اللي خد ذهب يعني جبنا خمس لعبين شاركوا بالمناسبة كان فيه اتنين لعبين مشاركين على نفقة الاتحاد يعني الاتحاد ما بيصفرش كل اللعبين في البطولات دي على حسابه ولكن اتنين فقط سفروا على حساب الاتحاد وتلاتة على نفقتهم الخاصة واكد النادي الاهلي طبعا بيدعم الاشتراكات دي مع اللعبين خدنا تلات مديليات خمس لعبين بتلات مديليات وكمان عايز اقول ان ياسين اريتم وفريدة وليد حقا ومراكز متقدمة وهبقى اجيبها لحضراتكم وشاهد البطولة انجترال مفتوح الاسكواش تفوقا واضحا لعبة النادي الاهلي الحقيقة واللي اظهروا حماس كبير منذ انطلاق البطولة ويمكن كان معانا مصطفى عسل يوم سفر مروان اخوي او شقيقه الاصغر مع والده استاذ محمود عسل كانوا مسافرين يوميها يوم ما كان مصطفى معانا في الحلقة مصطفى بالنسبة في امريكا دلوقتي دعوله لانه هيخود منافسات بطولة امريكا ان شاء الله ربنا ورشاه ومن جانبه اعلن كابتان احمد حسني المدير الفني للنادي الاهلي عن ساعاته الكبيرة بحاصل ثلاث مديليات من خمس لعبين والحتى اللي ما توفقوش في مديليات حققوا مراكز متقدمة جدا من التمانية الكبار وسعيد جدا بهذا الانجاز كابتان احمد حسني بالمناسبة ابن النادي الاهلي كابتان احمد حسني لاعب ومدير فني ومدرب الرجال وعلى فكرة كان في البطولة بنفسه هو كان من المدربين اللي اختارهم الاتحاد ليشاركوا في البطولة يعني هو كان هناك ما كانش هنا وفي موقف كده كان مصطفى حكوهن ان قابتان احمد حسني كان مسافر على الطيارة نفس الطيارة اللي كانت طالعة من هنا على لندن ولكن كان فيها كانت وقت عياد الكريسماس وكانت الدنيا زحمة جدا فتنازل عند اسكرته لبروان عسل والد وعشان يطلعوا على الطيارة هم يروحوا وهو يحصلهم تاني يوم في طيارة فيها اماكن يعني عايز اقول لكم انه حتى يعني روح النادي الاهلي موجودة في كل مكان خش جوة النادي الاهلي الحقيقة تحس ان الروح النادي الاهلي موجودة في كل ركن من اركان النادي الاهلي